الحقيقة أنا أحببت في هذا اللقاء أيها الأحبة أن أوضح بعض النقاط عن هذا الموضوع خلق الكون الله عز وجل ميز لنا بين السماوات والأرض العلماء التجريبيين لا يميزون حتى الإنسان يجعلونه حيوانا مثله مثل القرد نشأ وتطور وعاش على هذه الأرض وسيموت وينتهي ثم تأتي كائنات أخرى وهكذا ليس هناك هدف ليس هناك بعث يوم القيامة ليس هناك إله وبالتالي بالنسبة لهم الأرض هي مجرد كوكب في هذا الكون والإنسان هو مجرد كائن حي في هذا الكون وأن هذا الكون ليس له إله ليس له خالق وبالتالي كل شيء يحدث بالمصادة فطبعا هذا الكلام مضحك في عصر العلم اليوم أيها الأحبة نحن نعلم ما يسمى بالضبط الدقيق في الكون هناك ضبط موازين هناك ثابت كوني أحد العلماء يشبه الثابت الكوني بتوازن الأرض على رأس دبوس تخيل لو وضعنا هذه الأرض على رأس دبوس ووازناها بدقة مذهلة فتوازنت على رأس دبوس أي نسمة هواء أي حركة صغيرة جدا ستسقط وبالتالي الكون كله متوازن بدقة مذهلة لذلك فكرة أن ما يحدث في الكون من إبداع المخلوقات من ظواهر كونية أنها مصادفات هذه الفكرة حتى يعني العلماء الملحدين لم يعودوا يقتنعون بها لذلك يقولون هناك قوة في الكون هي التي توجه ولكن نحن لا نعلم ما هي هذه القوة طبعا نحن نقول هناك إله عظيم هو الذي خلق وهو الذي يتحكم بالكون وهو الذي يقوم على شؤون الكون اسمه القيوم لذلك هذا القيوم سبحانه وتعالى لو غفل جزء من ثانية عن الكون سينهار هذا الكون لأنه متوازن والله يمسكه بمجموعة دقيقة من القوانين وفي كل لحظة الله يمسك الكون ويقوم على شؤونه يقوم على توازنه يقوم على استمراره وبالتالي هذا الإله من أسمائه الحسنى القيوم لذلك في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ماذا قال بعدها لا تأخذه السنة ولا نوم السنة هي الغفلة البسيطة فهذا الإله العظيم موجود يقوم على شؤون الكون وبالتالي عندما يتحدث الله عن خلقه ومن أصدق من الله قيل لا أحد يستطيع أن يتحدث عن صناعة معينة أكثر من الصانع نفسه فلا أحد يستطيع أن يتحدث عن خلق السماوات والأرض أكثر من الخالق سبحانه وتعالى لذلك الخالق عز وجل يميز هنا بين كل الكائنات يضعها في مرتبة ويضع الإنسان في مرتبة أخرى كائن مختلف تماما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبة وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيله فإذن الإنسان له خصوصية في عالم الخلق كذلك الأرض لها خصوصية ليست مجرد كوكب مرمي مهمة لا يا أحبتي هذه الأرض العجائب الموجودة عليها والمخلوقات وهذه الظواهر التي نراها تعاقب الليل والنهار الغلاف الجوي والغلاف المغناطيسي السقف هذا الإلكتروني الذي يحمي الأرض والأنهار والينابيع خلق بديع جدا تستحق هذه الأرض أن تصنف ككوكب مميز على كل الأجرام لذلك في القرآن نجد خلق السماوات والأرض ليس كما يقول الملحدون أن القرآن فيه خطأ علمي لماذا يخصص الأرض لماذا لا يقول خلق السماوات مثلا والقمر أو السماوات وكوكب أورانوس أو كوكب الزهرة أو كوكب المريخ طبعا لأن كل هذه الكواكب ليس فيها حياة ليس فيها هذا الإبداع الذي نراه من حولنا من قابلية الحياة عوامل الحياة عوامل استمرار الحياة لذلك الأرض لها خصوصية في القرآن والأرض لها خصوصية لأنك أنت تعيش عليها أيها الإنسان فالله كرمك على كل المخلوقات من حولك أو على كثير من هذه المخلوقات وكرم الأرض التي أنت خلقت فيها وتعيش عليها وستعود إليها إذن هنا عندما الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض إذن السماوات في كفة والأرض في كفة لماذا؟ لأن القرآن يخاطبني أنا ولا يخاطب كائن يعيش على مجرى أخرى طبعا هناك كائنات في الكون البعيد هذه الكائنات أكيد لهم أنبياء ورسل ولهم قوانين وأنزل الله إليهم الكتب وكذا الله لا يخلق شيئا عبثا أيها الأحبة ولكن يخاطبهم بقدر عقولهم وبقدر ما يصلحهم ويخاطبني أنا يقول لي خلق السماوات والأرض لأن هذه الأرض هي التي تهمني حقيقة هناك في مجرتنا سبعة عشر مليار كوكب شبيه بالأرض سيحدثني القرآن عن سبعة عشر مليار كوكب أنا أصلا لا أرى هذه الكواكب وهي بعيدة عني ولا تهمني أصلا أنا الذي يهمني النعم التي سخرها الله لي على هذه الأرض سخر لي هذا الغلاف الجوي ليحميني من شر النيازك وشر الرياح الشمسية القاتلة وشر الأشعة البنفسجية فوق البنفسجية وأشياء كثيرة جدا هذا الذي يهمني طيب لماذا استغرق خلق الكون ستة أيام انظر أخي الحبيب الله عز وجل خلق الكون في مراحل ليجعلك أيها الإنسان تستدل على خلقه من خلال هذه المراحل يعني سأوضح الأمر عندما يأتي شخص ويقوم بعمل بناء فيضع المخططات الهندسية ويبدأ بإنشاء القواعد ويبدأ خطوة خطوة حتى يتم هذا البناء الجميل هذا الإنسان عندما سار خطوة خطوة أستطيع أنا من خلال دراستي لهذا البناء وتأملي له والتفكير به أن أستنتج هذه الخطوات وأعلم بالفعل أقول هذا الصانع عظيم هذا مهندس عظيم قام بتصميم هذا البناء الضخم هذا موبايل مثلا أنا عندما أتعرف على أجزائه وكيف يعمل وكيف تم تصميمه وآلية عمله المعقدة أنا فعلا يبهرني من قام بتصميم هذا الجهاز على رغم من صغره إلا أنه فيه ميزات كثيرة جدا طيب الله عز وجل عندما خلق الكون أرادني أنا كمخلوق أن أتفكر في هذا الخلق أن أستنتج هذه المراحل لأنبهر بخلق الله وأشهد أن هذا الكون هو صناعة الواحد الأحد سبحانه وتعالى يعني سأوضح الأمر أكثر عندما أرى الظواهر الكونية متشابهة يعني مثلا عندما نأخذ دماغ الإنسان هذه الخلايا نأخذ نسيج من خلايا الدماغ ونكبره بالمجهة الإلكتروني نرى هذه الخلايا العصبية وهذه العقد وكيف تنطلق منها خيوط تصل بين الخلايا عندما درس العلماء الكون وقاموا بأكبر عملية حاسوبية لرسم صورة مصغرة للكون تبين أن هذه المليارات من المجرات تصطف لتشكل نسيجا كونيا عظيما يشبه نسيج الدماغ أنا عندما أدرس نسيج الدماغ ونسيج الكون وأرى التشابه أستنتج أن الخالق واحد سبحانه وتعالى المصمم واحد الصانع واحد لذلك الله خلق الكون في مراحل لأستطيع أن أكتشف هذه المراحل فأقول سبحان الله مراحل خلق الجنين القوانين الموجودة في النجوم والمجرات البعيدة هي ذاتها التي تعمل على الأرض يعني الإلكترون أخي الحبيب والبروتون والنيوترون مكونات الذرة هذه الجسيمات الدقيقة التي تكون ذرة هي ذاتها موجودة في الشمس هي ذاتها في الخمر هي ذاتها في المريخ هي ذاتها في الصقب الأسود هي ذاتها في المجرة إذن هذه الوحدة في عالم الخلق تدل على أن الخالق ماذا؟ واحد إذن هذا هو الهدف من خلق الكون ضمن مراحل وضمن نظام مقدر وضمن أشبه ببرنامج طيب لماذا ستة أيام وليس سبعة أيام وليس ثمانية أيام أخي الحبيب الرقم سبعة قلنا له خصوصية شديدة في القرآن الكريم والبناء الرقمي في القرآن يقوم على الرقم سبعة والرقم سبعة هو أول رقم ذكر في القرآن لذلك الله عز وجل خلق الكون في ستة أيام ثم في اليوم السابع استوى على العرش طبعا اليهود ماذا قالوا قالوا الله تعب فاسترى حشب الله حشب لهم يقولون كلام كذب قال سبحانه وتعالى ردا عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب اللغوب هو القليل من التعب لم يقل وما مسنا من تعب لا لا هو ذر من تعب هذا هو اللغوب لذلك الله عز وجل اختار الرقم سبعة هنا ستة أيام للخلق والاستواء في اليوم السابع ليكتمل الرقم سبعة لنجد هذا الرقم في القرآن يعني أنا عندما أعلم أن أيام الخلق ستة وفي السابع استوى سبحانه وتعالى فأيام الأسبوع سبعة وأذهب إلى الكون أرى كل ذرة تتألف من سبع طبقات هذه حقيقة كونية من ذرة الهايدروجين إلى ذرة اليورانيوم والعناصر الأثقل بما فيها ذرة الذهب والحديد والنحاس وكذا كذا كلها سبع طبقات وبالتالي من الذي بنى ذرات الكون على الرقم سبعة إذن هو الذي خلق السماوات السبع جعلها سبع سماوات لاحظتم فأنا أستنتج أن الخالق والمصمم والمنزل واحد وعندما أكتشف السر الرقم سبعة في القرآن يعني أول رقم ذكر في القرآن هو الرقم سبعة بسورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبعة سماوات هذه الآية رقم 29 بسورة البقرة هي أول مرة ذكر فيها رقم في القرآن وكان هو الرقم سبعة حروف اللغة العربية سبعة في أربعة 28 حرفا وهي لغة القرآن الحروف المقطعة سبعة في إثنان السبع المثاني هي الفاتحة سبع آيات وفيها سبعة أحرف لم تذكر من العربية وعدد حروفها الأبجدية سبعة في ثلاثة هناك آلاف الحقائق تقوم على هذا الرقم فأنا عندما أرى هذا الرقم في الكون أراه في الزرة أراه في الخلق أراه في الألوان سبعة ألوان أراه في أيام الأسبوع ثم أجده في القرآن إذن هذه المنظومة الخلق والقرآن من مصدر واحد لذلك الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين طيب إذن عرفنا ماذا يعني ستة أيام ولماذا هذه المراحل الآن هل الأرض خلقت قبل السماء أنا دعوني أقرأ النص الكريم من سورة فصلت الله سبحانه وتعالى يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين طيب الآية هنا لا تقول إن السماء لم تكن موجودة لا تقول إن الله بدأ خلق الكون بالأرض إذن أنت من أين جئت أن القرآن يقول إن الأرض خلقت أولا غير موجود هذا في القرآن أصلا في كل القرآن غير موجود لا توجد آية أخي الحبيب انتبه معي بالنسبة لي بعض المشككين وبعض من ضعاف القلوب ومن يتأثر بكلام هؤلاء الذين يقدمون معلومات مغلوطة عن القرآن أين الآية التي تقول إن الله بدأ خلق الكون بالأرض لا طيب قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين طيب السماء موجودة ولكنه خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمي وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين إذن كم أصبح المجموعة ستة أيام إذن ستة أيام خلقت الأرض في يومين تمام وقدر الله أقواتها في أربعة أيام خلق الجبال والأنهار إذن قلنا هذه المراحل الهدف منها أننا اليوم عندما ندرس نشوء الجبال نجد أن الجبال نشأت ثم نشأت الأنهار ففي القرآن يأتي ذكر الجبال ثم الأنهار ثم الآية تقول وجعل فيها رواسيا من فوقها رواسيا بالفعل الجبال لها قواعد لها جذور أوتات تمتد في الأرض عميقا الجبال الهملايا تمتد 120 كم في بطن الأرض إذن هي رواسي هي أجسام توازن قشرة الأرض الرقيقة التي تعوم على بحر من الحمام المنصهرة نحن لدينا قشرة الأرض الغلاف الصخري ملتهب نوعا ما وتحته حمم بحر من الحمام المنصهرة فهذه الجبال ضرورية لتوازن قشرة الأرض الرقيقة طيب إذن هناك مراحل قدر الله فيها أقوات الأرض خلق الغطاء النباتي وخلق الكاءة إلى آخره طيب هنا المشكلة ثم استوى إلى السماء طيب أنا أريدك أن تقف ثانية واحدة لتفهم معي هذه الآية جيدة القرآن يتحدث عن خلق الأرض بعد أن خلق الأرض وقدر أقواتها ماذا قال ثم استوى إلى السماء إذن لم يقل ثم خلق السماء الملحد ماذا يقول لك يقول لك ثم خلق السماء هذا الكلام غير صحيح أنا شربت هذه مثلا مثلا بسم الله شربت هذا الكأس من الشاي ثم أمسكت بالموبايل هل الموبايل هذا موجود أم غير هو موجود أصلا قبل أن أمسك فالسماء أصلا موجودة من قبل خلق الأرض لأن الآية تقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان إذن هي موجودة ولكن موجودة في حالة دخانية إذن السماء موجودة أثناء خلق الأرض عندما خلق الله الأرض هذه السماء موجودة أصلا وخلقها الله ولكن كانت في حالة دخان ثم استوى إلى السماء لم يقل ثم خلق السماء انظر أخي الحبيب لو قال الله تعالى ثم خلق السماء لكان هنا خطأ علمي قال ثم استوع إلى السماء يعني الله عز وجل تجلى للسماء وهي دخان في هذه اللحظة فقال لها وللأرض ائتيا تعالوا يعني تعالى ائتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين إذن الأرض والسماء في حالتها الدخانية لم تعصي أمر الله على عكس الملحد الذي خلقه الله ورزقه وعطاه العلم وعطاه كل شيء وكرمه على كل المخلوقات من حوله أو على كثير من من خلق الله ثم يجحد وينكر ويستكبر وينكر وجود من خلقه انظر هذا الملحد كم هو ظالم لنفسه أصلا فإذن بعد أن خلق الله الأرض وقدر أقواتها ثم يعني بعد ذلك استوى إلى السماء وهي دخان إذن السماء موجودة لو قال ثم خلق السماء إذن هنا يحق لك أن تتكلم بالنسبة للملحد الخطاب مادام قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان أنا بنيت هذا البناء ثم التفت إلى الحديقة فسويت إذن الحديقة موجودة أصلا لم أقل بنيت البناء ثم بنيت الحديقة لا أنا بنيت البناء ثم استويت أو ثم ذهبت إلى الحديقة إلى حديقة البيت فزرعتها إذن هي موجودة أصلا ولكن تحتاج إلى زراعة مثلا مهم ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إذن هنا اليومين يعني اليومين ليس لهم علاقة بالخلق هي عملية فصل للسماوات ثم استوى إلى السماء كانت سماء واحدة في حالة دخانية والعلماء أيها الأحبة يقولون إن الكون في بدايات خلقه كان عبارة عن غرفة مليئة بالدخان اقرأوا هذا على موقع وكالة ناسا وغيره طبعا تحدثنا كثيرا في الموقع الإلكتروني عن هذه المواضيع كلها فإذن استواء الله وتجل الله عز وجل على السماء في حالتها الدخانية إذن السماء كانت مخلوقة ضمن هذه الستة أيام كانت السماء مخلوقة أو ربما خلقت مع الأرض لأن الله عز وجل يعني يقول إنه لم يقول بدأ خلق الأرض لم يقول بدأ خلق الكون من الأرض لا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وعملية خلق الأرض والسماء عملية مندمجة متشابكة أيها الأحبة يعني أحد العلماء يقول إن خلق الأرض بدأ منذ الإنفجار الكبير أو ما يسمى بالإنفجار الكبير وهي نظرية طبعا ثبتة خطأها ولكن منذ بداية خلق الكون بدأ خلق الأرض لأن الأرض أصلا تشكلت من الغبار الكوني والدخان الكوني وهذا الدخان أصلا هو موجود بالأساس خلقت الأرض منه لذلك هنا القرآن دقيق جدا أحبة تفلي يعني عندما يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان إذن السماء كانت موجودة في حالتها الدخانية أثناء خلق الأرض وخلقت من هذا الدخان وهذا يطابق مئة بالمئة الحقيقة العلمية التي تقول إن الأرض تشكلت من الغبار الكوني ولكن الأدق هو الدخان الكوني لأنهم يقولون في علم الفيزياء الفلكية كوسميك داست الغبار الكوني وبعد ذلك بعد أن التقطوا جزيئات من هذا الغبار الكوني وأخضعوها للتحليل قالوا إنها لا تشبه الغبار الذي نعرفه بل أفضل تسمية هي كلمة سموك كوسميك سموك يعني الدخان الكوني فتبين أن القرآن يتفوق على العلم أن القرآن أعطاك مباشرة التعبير الصحيح قال وهي دخان استخدم كلمة دخان بينما العلماء عبر مئة سنة تقريبا يسمونها يسمونه غبار كوني سحب غبارية كوسميك داست فقط قبل عشرين سنة تقريبا في القرن الحادي والعشرين تبين لهم أن هذه المعلومة خاطئة وأن الكون كان أشبه بغرفة مليئة بالدخان وعبر هذه الغرفة وخلقت الأرض وبالتالي القرآن عندما يقول يحدثنا عن خلق الأرض ويقول بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان إذن السماء موجودة في حالتها الدخانية أثناء خلق الأرض فهنا أيها الأحبة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين يريد أن يقول لك أيها الملحد أنظر الكون كله جاء مطيعا طائعا لأمر الله ولكنك أنت تجحد أمر الله سبحان الله فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فصل هذه السماوات عن بعض وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وهي الكوازرات التي نشأت في بداية خلق الكون وشدة إضاءتها تعادل آلاف ومليارات النجوم مجتمعة تسمى الكوازرات هذه المصابيح حتى في في الأبحاث العلمية الكونية يسمونها فلاش لايتس مصابيح كاشفة هم يسمونها لايتس يعني مصابيح نفس الاسم القرآني وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم إذن هنا الخلق تم في ستة أيام حسب القرآن الكريم وليس ثمانية وليس عشرة وليس أي رقم آخر بما يتطابق مع كل الآيات التي طبعا هناك سبع آيات فقط تتحدث في القرآن عن حقيقة خلق السماوات الأرض في ستة أيام هذه الحقيقة ذكرت سبع مرات بعدد السماوات السبعة كذلك عندما نتأمل القرآن أخي الحبيب تجد أن عبارة السماوات السبع وسبع سماوات كم مرة ذكرت في القرآن سبع مرات بالضبط بعدد السماوات إذن السماوات السبع ذكرت سبع مرات كل ما قلته أنا الآن كلهم مصادفات يعني جاء من يعني نبي كريم يعيش في صحراء في القرن السابع الميلادي حيث كان الناس لا يعلمون شيئا عما نتحدث عنه اليوم يأتي القرآن ليصف السماء بالدخان ويصف بهذه الدقة وتأتي حقائق القرآن وأرقام القرآن متفقة مع هذه منظومة منظومة كونية قرآنية متماسكة ومتشابهة تدل على أن الله خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكذلك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته